بعد أن انتهينا في الوحدة السابقة من دراسة الارتباط الخطي البسيط نقوم في هذه الوحدة بدراسة تحليل الانحدار الخطي البسيط الغرض من استخدام اسلوب تحليل الانحدار الخطي البسيط هو دراسة وتحليل أثر متغير كمي يسمى المتغير المستقل على متغير كمي آخر يسمى المتغير التابع ومن الأمثلة على ذلك الإنفاق والدخل العائلي يعتبر الدخل هو المتغير المستقل أو المتغير المؤثر أما الإنفاق فهو المتغير التابع أو المتغير المتأثر سعر السلعة والكمية المطلوبة منها يعتبر السعر هو المتغير المستقل أو المتغير المؤثر أما الكمية المطلوبة فهي المتغير التابع أو المتغير المتأثر والأمثلة في هذا المجال كثيرة تعريف تحليل الانحدار تحليل الانحدار هو عبارة عن اسلوب إحصائي يستخدم لصياغة معادلة رياضية يمكن بها قياس أثر أحد المتغيرين على الآخر نموذج الانحدار الخطي هو عبارة عن دالة رياضية يمكن بها حساب أحد المتغيرين بدلالة المتغير الآخر وأبسط حالة لهذه الدالة عندما يكون لدينا متغير مستقل واحد فقط يرتبط مع المتغير التابع بعلاقة خطية كما يلي نموذج الانحدار الخطي في هذه الحالة Y hat يساوي P not زائد P1 X زائد E حيث Y هو المتغير التابع أو المتغير المتأثر وP not هو ثابت الانحدار وهو عبارة عن الجزء المقطوع من المحور الرأسي محور Y B1 هو معامل الانحدار وX هو المتغير المستقل أو المتغير المؤثر وA هي البواقي أو العوامل الأخرى التي تؤثر في المتغير Y غير المتغير X لتقدير نموذج الانحدار نقوم بتقدير معامل الانحدار P1 يساوي N بSubmission XY ناخذ Submission X في Submission Y على N في Submission X تربية ناقص Submission X الكل تربية ثم تقدير P0 ثابت الانحدار حيث P0 تساوي Submission Y على N ناقص P1 في Submission X على N حيث N هي عدد أزواج قيم المتغيرين وSubmission XY هو مجموعة حاصل ضرب X في Y Submission X هي عبارة عن مجموعة قيم X Submission Y هو عبارة عن مجموعة قيم Y Submission X تربية هو مجموعة مربعات قيم X والأمثلة التالية توضح كيفية تقدير نموذج الانحدار الخط البسيط البيانات التالية تبين الكميات المعروضة من سلعة معينة Y وسعر السلعة X والمطلوب رقم 1 تقدير معادلة انحدار الكمية المعروضة على السعر رقم 2 تقدير الكمية المعروضة عند السعر 20 أولا تقدير معادلة انحدار الكمية المعروضة على السعر بالخطوات الآتية رقم 1 تكوين الجدول التالي للحصول على المجموعة المطلوبة لاستخدامها في تقدير معامل الانحدار وسابط الانحدار ومن سما معادلة الانحدار الجدول مكون من أربعة أعمدة العمود الأول هو قيم Y بجمع قيم هذا العمود نحصل على مجموعة قيم Y أو Submission Y العمود الثاني هو عمود قيم X بجمع قيم هذا العمود نحصل على مجموعة قيم X أو Submission X العمود الثالث هو عبارة عن حاصل ضرب قيم X في قيم Y وبجمع قيم هذا العمود نحصل على مجموعة حاصل ضرب قيم X في قيم Y أو Submission X في Y العمود الرابع هو عمود مربع قيم X حيث نقوم بتربية كل قيمة من قيم X لنحصل على هذا العمود كبالي تربية 749 تربية 10900 وهكذا ثم نقوم بجمع قيم هذا العمود لنحصل على مجموعة مربعات قيم X أو Submission X تربية وعدد أزواج القيم هو N N ساوي 6 هو عدد أزواج القيم ثم نستخدم هذه المجموعة في تقدير كل من B1 وBn كما يلي أولا تقدير B1 بسخدام المعادلة B1 هو معامل الانحدار B1 تساوي N في Submission XY ناقص Submission X في Submission Y على N في Submission X تربية ناقص Submission X لكل تربية ثم نقوم بالتعويض في هذه المعادلة بالمجميع التي حصلنا عليها من الجدول سابقا لنحصل على معامل الانحدار يساوي 1.52 من 100 أي أن B1 يساوي 1.52 من 100 ثم نقوم بتقدير B0 بالمعادلة B0 يساوي Submission Y على N ناقص B1 في Submission X على N نقوم بالتعويض في هذه المعادلة لنحصل على B0 B0 يساوي 50 على 6 ناقص 1.52% في 35 على 6 لنحصل على قيمة B0 حيث B0 هو ثابت الانحدار وبالتالي فإن قيمة B0 تساوي سالب 53 من 100 ثم نقوم بالتعويض في معادلة الانحدار وهي Y hat يساوي B0 زائد B1 X لنحصل على معادلة الانحدار المقدرة وهي Y hat يساوي سالب 53% زائد 51% X ثانيا تقدير الكمية المعروضة عند السعر 20 نقوم بالتعويض في معادلة الانحدار المقدرة عن X تساوي 20 كمالي Y hat يساوي سالب 53% زائد 51% في 20 يساوي 29.87% أي أن الكمية المعروضة عند السعر 20 تساوي 29.87% وحدة